وهو أخضر وبأسك من فوق ساعة الوية السلام عليكم انا عمر والنهاردة نتكلم على الفصل ستمية وخمسين من مانجا كينتو دخلنا في الاحداث سريعا جدا يا اخي هارة ساعة لما قال ان هو هيخسر في الاحداث بعد اركي جيو ما كانش بيهزر من التقرير اللي جيه قدروا ان انا خدت بالي من حاكتين اولا ان هم ردت الفعل بتاعتهم كأنهم كانوا خايفين ده اللي ظهر لي في الاول واضح ان انا كنت خلطان الواضح ان هم مش خايفين هم معتي الناس غريبة انا مش فاهم انا من بعد ما اركي جيو خلص بقى فيه رسونات لاشخاص وبقى فيه حاجات كده غريبة انا مش منطمن لها اهارة بصراح لكن كان من الطبيعي جدا ان هم بكلوش خايفين لان لو هم كانوا خايفين يباحنا هنا في منجا هزالية يباحنا كده دولة شو بتهزر سايبة ناس ضعيفة او ناس جمانة بالشكل ده في المكان الاستراتيجي ده النقطة التانية ويه لسه مجاتش او بمعنى اضاق يعني دولة شو ما تعرفش عنهم حاجة لحد دلوقتي يعني مفيش اي كلام تعرف عن التحالف حتى كشائعات اما نقطة التحالف دلوقتي فهي اللي عليها الكلام الكبير لان بالعقل كده الكاتب قال ان فيه حرب ما بين ثلاث دول عظمة مش متأقن ان اذا كان موضوع التحالف ده هيتم ولا لا الا اننا عارفين ان الحرب ديت هتحصل وده هيقضنا برضو الاحتمال هل هم نفس الثلاث دول دول بالفعل الاحتمال الكبير ان اه يعني الكاتب مش هيرجع في كلامه ويعمل لنا بقى حركة كده بلو تويست ولا حاجة فنظر نقول ان السيناريو ممكن يروح في ثلاث اتجاهات من رأيي واحد شين بعتت الرسالة والطلب بتاع التحالف اللي احنا شفناه في الفصل اللي فات ولكن هم كانوا طالبين اثبات من دولة شين فطالبوا منهم ان هم يخش يعني يبدأوا الهجوم هم عشان يدروا يثبتوا صدق النواية بتاعتهم في التحالف النقطة ديت انا ضدها تماما لان هي ممكن تقودنا لمشكلة كبيرة ممكن تحصل في الحالة ديت لو دولة ويه خلفت النقطة ديت وانسحبت وما دخلتش مع دولة شين فنظر نقول وبشكل كبير ان دولة شين هتخسر تلاتين الف جندي من ضمنهم جنرال قوي جدا لان عادي جدا جهوم يعمل حركة الغدر ديت هو مش شخصية غبية في الحالة اللي احنا شايفينها ديت ممكن التطويق ده اللي احنا شايفينه اللي هو ثمانين الف مقابل ثلاثين الف يتسبب في النموية تتل بالذات ان احنا عارفنا ان الجيش اللي موجود جاخل قلعة جوكو ده ما بيرحمش واللي هو عامل افهان ان هما صحقوهم تماما ومحسبوش تقريبا منهم حد يعيش ده لان زي ما انا ما لسه قايل ان مفروض يعني ان دولة شو مش سايبة مجموعة كده من المعاتيه قاعد عنهم غرباء يعني وبالتأكيد الكثرة هتغلب الشجاعة فنقدر نتخيل بشكل كبير ان لو تشين عملت الحركة الغبية دي عادي ممكن ساعتها دولة وي تخضر بيهم لان عن طريق هزيمة موبو وان هو يموت ساعتها هيلزم دولة تشين ان هي تبعت جنرال قوي جدا عشان يسد الخانة اللي فتحت دي تساعتها هيكون الجنرال اللي هيكون على العنو اللي هي ومين توه او من الممكن ان هو يكون واحد من الجنرالات اللي موجدين دلوقتي بيواجهه تشاو وساعتها دي هترجح كاف الدولة تشاو بشكل كبير جدا ولكن بالتأكيد يعني لو يدر ان هو يسد الخانة الخانة اللي هو هيسيبها هناك هتلزم طبعا ان هيحصل خلل في المكان اللي هو هيسيبه زائد ان استحالة شو هيكن ياخد القرار ده وهو مش متأكد مية في المية ان خلاص التحالف ده تم وان دولة وي هتخش السيناريو التالي ان الدولتين بالفعل وصلوا للاتفاق والمفروض دلوقتي ان دولة وي او الجيش يعني اللي جاي من دولة وي في حركة خفية جدا والمفروض الاتفاق ده تم بدون تقابلات خاص وده اللي مخلي مفيش اي اخبار قدرت ان هي توصل لدولة شو على الرغم من ان ممكن الخطاب اللي وصل من الاساس من شو هيكن ده ممكن يكون تسبب في بعض الشائعات وده قضية قدنا لان الجيش اللي ارسلته كارن او التعزيزات اللي ارسلتها ممكن تكون بسبب النقطة دي قاعد عن ان هي يعني قالت ان هي بعتت الجنود دول عشان تنهي الموضوع بسرعة وتسبب في ان الخطة بتاعة شو هيكن تتحرك بشكل اسرع وان يعني قلق انا برضو مقلقة من توب فيش اي 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 انتشرت بان الدولتين هتحالفوا ممكن تكون النقطة ضعيفة جدا فانا اقدر اقول ان انا مع الرأي ده ان دولة وي بالفعل تحركت ولكن لازم يكون في ضمان لتحركها يعني نقدر نقول ان الدولتين قدروا انهم يوصلوا الاتفاق ولازم يوصلوا برضو الضمان مفيش اي حد من التاني يخضر بيه او من الممكن ان انا نقدر نقول انهم تقابلوا بشكل سري زي اللي حصل كده مع ريبك وساعة لما تقابل عشان يكون جيش الاتلاف والنقطة ديت مهمة لان ما ظنش يعني ان دولة شين بتسق في جوهومي او ما ظنش ان دولة وي بتسق في شوهيكن ثالثا وديت استكمالا على النقطة اللي انا لسا قيلها ولكن المراضي هيحصل فيه خيانة ساعة لما يخشوا داخل شوه وارجح ان هي ممكن تحصل من جانب دولة شين وبالشكل ده نقدر نقول ان هتحصل مناوشات ما بين التلات دول وساعة تحصل الحرب العظمى الثلاثية والحركة ديت ممكن تكون مشتتة بشكل كبير لدولة وي والحاجة اللي هي عايزها دولة شين اللي يعني تخفف القوة اللي موجودة من ناحية دولة وي عند جيوهومي لان ما اعتقدش ان وي هترسل جنود او مجموعة وليلة او ضعيفة لحد جوكو ودولة شين هتبهل بحاجة زي كده لازم تبعد جنود او تبعد جنرال قوي جدا وده هيتسبب ان هم يكونوا اضعف في النواحي اللي هي موجودة ناحية جيوهومي بس المرة ديت الفرق ان مش بسبب الاتفاق وان هم يعني خففوا الوطا ديت بسبب انه خلاص بحصل ما بينهم تحالف خلاص انما عشان هم بعتوا جنود كتير عشان يقدروا يحتلوا جوكو ولكن زي ما قلت نرجح السيناريو التاني عن السيناريو ده ده لان لازم يكون اخذهم للقلعة ديت قلعة جوكو يكون قوي وفعال جدا وده هيحصل بالتحالف بتاع الدولتين ومن اللي احنا شايفينه ده نقدر نقول ان دولة وي هتتدخل في الحالة اللي احنا فيها ديت عن طريق العربات او الابراج اللي جوهومي كان عاملها ديت او جابها في الاعتلاد فنقدر نتخيل بسبب الحاجة اللي ممكن يكون ما نودع عملها نوساب مجموعة وليلة جدا من الجنود في القلعة عشان يحموها ده ممكن يتسبب في ان الموضوع ينقلب عليهم بسبب ان الابراج ديت اللي عملها جوهومي قدرت انها توصل لاعلى المعبر بتاع دولة شين فنقدر نتخيل النية عادي من الممكن جدا يتوصل لاعلى قلعة جوهومي الا اذا كانت قلعة حصينة جدا زي قلعة جيو كده ومحاطة بالمياه من حواليها هتمنع اي ابراج ان يطرب منها وديت حاجة ممكن كارن تكون عملتها اساسا في الاحداث اللي احنا فيها بما انها شافت الابراج بتاع جوهومي الاحداث دي كلها هتخلي دولة شو تظن ان العمل الخطة دي كلها هي دولة وي وان الشخص اللي هو موجود اللي هو موبو عشان يشتت انتباههم فمش هنستغرب ابدا بعد ما ويه تاخد القلعة ان الهجوم الكاسح اللي هيكون من طرف دولة شوه هيكون منصب في البداية كله ناحية دولة وي بسبب ان هم اللي اخدوا القلعة وبسبب ظنهم ان هم اللي عملوا الخطة دي اساسا وعشان كده انا قلت ان هي هتتشتت بسبب ان هي هتكون مركزة على ان هي تحمل قلعة وفي نفس الوقت هتكون كده عايزة تكون ضغطة برضو على الجيو مش هتعرف وبسبب ان هم المفروض يعني هيكونوا في حالة صلح فنقدرنا تخيل ان هي هترسل جنود كتير ناحية المكان بتاع جوكو عشان تقدر تعمل قلعة الاستراتيجية دي ولكن يعني بالتأكيد دولة شين هتكون بتدعمهم الا اذا ساعتها عصلت حركة الغدر من قبل دولة شين يحموها ما يحموهاش ده هيكون راجع لهم وده هتسبب في ان هم ما يضعفوا لو قدرت دولة شون هي تستردها مرة ثانية لانهم بالتأكيد ساعتها هيخسروا خسارة كبيرة جدا من الجنود ومن العتاد ومن الموارد وفي الحالة دي تنقدر نقول ان دولة شين هتقدر تركز بشكل كامل ناحية قلعة كنتن والحالة اللي احنا فيها دي بتدل وبشدة على ان فيه ثقة عمياء من قبل موبو ناحية شو هيكن بالخطة اللي هو اعملها وعلى ان الخطة متحضرة بشكل سليم ومنطقي جدا موبو استحاله يوقع في نفس الغلطة اللي عملها ساعت لما كمع او كده تضربك واللي احنا شايفينه من موبو ده ممكن يكون بس مجرد لعب دور الطعم عشان يعرف يشد انتباه كل الجنود اللي موجودين داخل اسوار قلعة جوكو وده بيقودنا للسيناريو اللي حصل وقدروا ان هو بيصب في صالح دولة شين بشكل مأفور شويتين طبعا على افتراض ان الحاج اللي انا متبنيها او السيناريو اللي انا لسا ايله ده هو اللي هيحصل الامر هيكون ملوي اكتر من اللازم ناحية ان الخطة ديها تنجح يعني لو السبب هنا في احتلال القلعة ده كان بسبب الحركة المتهورة اللي عملها مانو ديها وان هو خرج بعتاد كبير جدا وده سمح لدولة ويبي ان هي تبعت الابراج ديها وان هي تعرف تخش وتحتل قلعة جوكو بسبب ان الطعم ده هو اللي شدوهم ساعتها الموضوع هيكون فيه زي ما قلت يعني ملوي ناحية ان السيناريو ده يحصل الحدث ذات نفسه بيخدم وبيصب في صالح دولة شين بشكل مانو اكتر من الحاجة اللي حصلت مع توجو لان قبل الحاجة اللي حصلت مع توجو ديت والخطة بتاعة اوسن ان احنا شوفنا توجو قسنا كان بيتصرف بخنزرة قبل كده فطبيعي جدا احنا نتخيل ان هو ممكن جدا تصرف بنفس الشكل بالذات ان هو شخصية عنجهية جدا فعادي جدا ان الخطة دي بتاع تقوسن تكون مرجحة بشكل كبير بالذات ان هو هيعتمد اكيد على الحظ او هيعتمد على المراهنة مش الحظ لان في ناس كتير هتزعب وهنا في نقطة هامة عن هجوم هان على قلعة جوكو كان ايه السبب الغريب يعني بتاعهم ان هم شافوا يعني دولة شين عملة احتل وعملة تيس كده فقالوا يلا يلا الموضوع سهل كده ولا هل بسبب ان هم شافوا ان عايزين يزود قوتهم عايزين يزودوا انفوزهم عايزين يزودوا البقاء الاستراتيجية عشان يداروا يحموا نفسهم بس الكلام بتاع الجنرال مانو ده بيدل على انهم تقريبا ما هجموش يعني هو مش شايفهم ولا حاجة وده بيدل على حكتين همين واحد ان هو صاحب قوة هائلة جدا وديت نقطة لسهيلها وبعيدها وبكرها زي البغبغان زي دي يعني ان دولة هان بالتأكيد مش هتبعت يعني جنود وضعفاء الا زي كانوا اغبية ثانيا دولة هان ضعيفة جدا 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 دولة هان ما ادريتش قسم يعني تخلي الشخصية دي توصل ان هو يحس بالنشوة بتاعت المعركة ماشيها نشوة اللي مثبت وجود دولة هان حاليا هي دولة وي بسبب ان هي زي ما تقول كده حطها الحصن الطبيعي اللي في وش دولة شين وعشان كده انا متيبقى ان دولة وي استحالة ايبل بان دولة شين تخش كده على طول على دولة هان وتحتلها عادل بالنسبة بقى لنقطة عدم ادراك البلاط الملكي لدولة شو ان موضوع التحالف ده قائم امر ممكن جدا لان لو التحالف تم بنفس الشكل اللي انا قلته اللي هو في الخفاب ده هيؤدي لان هم صعب جدا يدركوا ان في تحالف اساسي لان دولة وي بالوضع اللي هي فيها هي مستفيدة بشكل كبير ومنع دولة شين ان هي تحتل دولة شو وهي مستريحة لا بل ان ممكن الوضع ينقلب على دولة شين لو استمر المدة طويلة وسمحت لدولة شاو ان هي تاخد وضعها وتعرف تركز او تجمع اوضعها واورقها مرة تانية زائد مين اساسا اللي هيخطر على باله ان الهجوم اللي بيحصل ده مش عشان دولة شين اساسا القلعة دية هم مش عايزينها ليه ده عايزينها لدولة وي الامر طبيعي بس في العادي في دولة المنجة اللي احنا فيها ديات احنا ممكن نقدر نوصل للاستنتاج ده لو كان في شوية حاجات او تلميحات للموضوع ومن اللي احنا شايفينه ما نظنش او ما اعتقش ان ممكن يكون في تلميحات وصلت للبلاط الملكي بتاع دولة شو فهل كيني مش وصلة للنتيجة ديت او مش متخيلة للنتيجة ديت في حسبانها على الال من اللي احنا شايفينه نقدر نتخيل ان لا عادة عن ان هي ممكن بالفعل تكون حتى الموضوع ده ولكن المستبع ده وده ديت حاجة انا هكون متقبلها اكتر من ان هي مش حطها في الحسبان خالص لان ساعتها مستوى ذكاء الشخصية لا مش هيكون ضمن الاعلى لان دايما الحاجات المستبعدة جدا برضو بتكون موجودة في الاحتياط لاننا ممكن نوع في فخ ان احنا نستبع بحاجة ممكن بالفعل الشخصيات بذات اني قالت ان هي مش عارفة الهدف او يعني شو هيك ان عايز ايه من الخطة دي فالحاجات المستبعدة من الممكن يتحط في الاحتمال الوارد طالما مفيش اي حاجة لسه بتنفيها ولكن انا اعرف بها الفصل الجاي بما ان خلاص ابو عام وريكا على العموم ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة لايك شير ساوسترام شكرا على المشاهدة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة